بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة تنتمنى اللي تشوف هات الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر المتابعين القدام والجداد والناس اللي تحقوا بهذه القناة تنقول لكم عواش لكم بروكة ان شاء الله يدخل عليكم هات العيد بالصحة والعافية وكل ما تمنتو يا ربي ويحقق لكم الأمان بحق محمد وآله محمد هات الوصفة غادي ديرها الصغير والكبير الناس اللي عندهم قلة شان أو ما عندهمش قبول في الوجه ديالهم مثلا بحل المنت اللي عندها العوارد عندها المس ولكن تأثر عليها تأثر عليها في المجمع مع الناس تتكون مقبولة ولكن الوقت اللي تتكون مع الناس تيركبها العارد في الوجه ديالها متيبقاش عند هذك النور اللي في الوجه ديالها لأنه العارد سحب لها هذك النور على حسب أنه تلبس بالوجه ديالها إذن يا العياد بالله تنتمنوا ربي يلطف بعباده ولكن الهمة والشان اليوم نعطيها لكم بإذن الله من القرآن الكريم القرآن الكريم كله همة والشان وكله رحمة ومودة إلى حطيسي على الوجه ديالك قاعد عوارد ولو يكون عين وتكون حسد ويكون سحر بإذن الله تسحب بإذن الله الواحد القهار غادي نعطيكم جوج وصفات رائعين غادي اديرهم بإذن الله الواحد القهار غادي أعطيكم نور على نور الله سبحانه وتعالى كل شيء في القرآن الهيبة والقبول كله بالقرآن ولكن شكو اللي تعطيك الهيبة والقبول استغفار الكثير والقرآن قراءة القرآن في الليل وفي الصباح واستغفار دائما واسم اللطيف ديما اسم اللطيف إلا بغيتي يكون عندك نور على نور ديما ألطف في الأمور ديما نستغفر باسم اللطيف لأن اسم اللطيف يلطف في الوجه ديالك ولكن قبل من ديرها السيغة غادي نصلي كامل على سيد الخلق اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إذن غادي ناخد قنينة ماء الورد أي ماء الورد من الأحسن يكون مقطر من ماء الورد ماء الورد اللي غادي تستخدميه يكون مقطر يكون جيد لأنك غادي تستعمليه من العام إلى العام غادي بقى عندك واحد النور واحد الهمة واحد الشان فيما كنتي خارجة غادي ترشي الوجه ديالك ما بين الحواجب ديالك والصدر ديالك يريد تعرفوا أهمية الماء الورد والقرآن رائع في طرد النواحس يريد تاخدوا جوج قنينة واحدة الجسد ديالك واحدة الوجه ديالك واحدة الوجه ديالك لأنك واحدة تستعمليها للجسد ديالك واحدة غادي تستعمليها للوجه ديالك باش يكون عندك نور على نور والجسد ديالك تحيدي منه جميع العوارض بإذن الله ماء الورد رائع في تطهير البدن وفي تطهير الوجه ولكن لا ضفتي عليه القرآن الكريم أكثر من رائع الناس اللي بغي الهيبة والقبول وبغيين حتى الرزق الرزق يجيك بإذن الله إلك تي مشرفة على عمل أو أنك تتقلبي على عمل أو دراسة أو زواج أو أنك بغي تتخطبي أو بغي تتقلبي على زوج يكون زواج إن شاء الله في أقرب وقت غادي تديري هذه الوصفة بإذن الله الواحد القهار الوصفة ديالي ديال اليوم هي عبارة على جوج قنينة ماء الورد وحدة الجسد ووحدة الوجه باش نطردوا العوارض ونطردوا الحسد نطردوا العين اللي مسبلنا القرينة في الوجه وديما وقت العادة الشهرية تنكون تنكون عندي واحد طاقة ديال أنني ديما مضطربة ديما مسبلية هذه العادة قلق قوي درجة أنني تنولي تنتخاصم مع الناس إذن هذه هي القرينة اللي تتجي في وقت العادة الشهرية ولكن الناس اللي غيديروا هاد الصياغ في وقت العادة ميرشوش الجسد ديالهم ولكن يقدروا يرشو الوجه ديالهم إذن سمعوني غادي نعطيكم هاد الصياغ جوج إن شاء الله غادي نفعوكم وغادي أعطوكم طاقة إيجابية خودوا جوج قنينة ماء الورد لأن ماء الورد الغالي ربتمن والرخيص ربتمن كل واحد على حساب المقدار دياله كان من خمسة دراهم حتى الخمسين دراهم اختاري أي حاجة بغيتي منتي في الختيار إلا خديتيش حاجة ماء الورد مقطر رائع للتجميل في الوجه وفي نوصل الوقت رائع في طرد النواحس لأنه هو تيطرد النواحس تيجلب الرزق تيصلح حال الجمال بحال الناس اللي عندهم البطور بحال الناس اللي عندهم آه علامات في الوجه دياله المستبهن مع آه علامات بداية الشهر أو في وسط الشهر العربي تيكون عندها إما بقع إما حبوب إذن الوصفات اللي غادي نعطيكم هما من القرآن الكريم هما رائعين في نفس الوقت لطرد النواحس وطرد العارض اللي عندك في الوجه ديالك أول قنينة أول قنينة غادي نصلي إن شاء الله ونكون على يقين بأن الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يزرع في وجه النور هو اللي غادي يسحب مني هذك العوارض اللي في الوجه ديالي تكون على يقين أن الله هو هو مسبب الأسباب فعلا الله هو الكريم غادي نصلي ججرك عس لله استغفار والصلاة على الحبيب العدد اللي بغيسي وغادي إن شاء الله تأخذ إذنك القنينة اللولة ديال الوجه ديالك أتقرأ لها 21 مرة الفاتحة 21 مرة آية الكرسي آية الكرسي وغادي تقرأي وزيّلناها للناظرين 21 مرة وألقيت عليكم محبة مني 21 مرة غادي تختمي بالصلاة على الحبيب 21 مرة قبل ما انسى اضيفوا اسم النور اسم يا نور يا نور يا نور يا نور يا نور 21 مرة وغادي تقولي الدعاء ديالك ثلاث مرات اللهم نورني بنورك نورني بنور القرآن اللهم نورني باسم النور نور وجهي واترد عني جميع العوارد فقط وغادي تخلي هذه القنينة لي غادي تخلي هالوجه ديالك غادي تعلمي بيناتهم عالاقل تعلمهم باي صبغة عندك ديال اضفار ديري اللون احمر باش تعرفي ديالوجه وديالجسد ديالجسد باش نحيده نواحس نحيد العوارد اللي عندي في الجسد عندي مشكلة ديال تنميل عندي مشكلة ديال العياء عندي خمول عندي مشاكل في الجسد ديالي غادي ان شاء الله ناخد واحد قنينة التانية غادي ان شاء الله إلا كان عندي مسك مسك أسود نديره عندي مسك أبيض نديره ما عندي ش مندير وعله ماء الورد سوف نقرأ صورة ياسين كاملة وصورة الصفات كاملة وصورة الجن كاملة إذا قدرت تضيفه صورة الرحمن كاملة خير وبركة سوف نقرأ ونفت في نفس الليلة ليلة العيد ليلة العيد تجيبي همه والشان لك وتردي العوارد بإذن الله لأن ليلة العيد كلها خير وبركة وإن شاء الله سيكون لديكم نور على نور كالبدر وتكونوا ستردوا العوارد بماء الورد لأن ماء الورد كله خير وبركة رائع أكثر من رائع الناس اللي عندهم طاقة سلبيات يتردها ماء الورد دي ما يكون عندكم ماء الورد في الساك ديالكم في أي بلاسة ولكن الحاجة اللي مقرية على القرآن تنحاولوا نبعدها من المراحل نحاولوا نكونوا إيجابيين مع القرآن الكريم قرأت علي القرآن من بعده من المراحل إذن الوقت اللي نكون خارجة الرش الوجه ديالي ما بين الحاجة بين ديالي والصدر ديالي ونخلي الرش الوجه ديالي حتى ينشف عادي نحط مكياج أما الجسد غادي نحط عليه كل ليلة من نجي النام غادي نحايد الملابس ديالي وغادي نرش الجسد ديالي كامل ديما ناخد بخاخ قنينة بخاخ ديال ماورد يلي غا تعوني باش أنني رش حتى بالدهر ديالي المركز ديال أي عارض في الدهر إذن حاولوا ترشوا الدهر ديالكم مزيان إذن حاولوا أنكم كل ليلة ترشوا إلى سالة لكم الماء الورد غادي تعودوه إن شاء الله نفس الصيغة نفس القراءة وانتو ما غادي تحسوا بتحسن وغادي تحسوا أنكم بدأ تتنور وجهكم بدأت تقبلوا مع الناس إذن حبابي لعجبتكم الوصفة خلوا ليه لايك دعموا القناة فعلوا الجرس تابنوا بحول الله وقوتي والسلام عليكم ورحمة الله